برونو سافيو برونو سافيو حضركم عارفين الأسماء اللي تم استبعادها من قائمة النادي الآلي في المنديال احيانا متكلم على برونو سافيو وشادي حسين وكريستو برونو سافيو وشادي حسين وكريستو ايمن اشرف والحارس محمد مخلوف حارس النادي الآلي الشاب دول الخمس أسماء اللي تم استبعادهم من قائمة النادي الآلي في المنديال برونو سافيو متضايق وتعال حط الكلام في النساكو الطبيعي برونو سافيو متضايق طبيعي أيمن أشرف متضايق أكيد شدي حسين زعلان مؤكد ما هو أي لعب عايز يلعب في كاس عام الأنداية تمام؟ فيش لعب رغم أن أيمن أشرف طلع وكتب وساند ودعم على تويتر شفته النهاردة وده موقف محترم منه بكل تعاكيد بس أكيد من جواز علان طبيعي يعني طبيعي طيب كريستو مفهوم أنه لسه مدخلش مع الفرقة ولسه ملعبش مباريات ولسه صغير في السن فتمام مفهوم استبعاده لسه صفقة جديدة للنادي الأهلي لكن برونو سافيو حكايته إيه؟ برونو سافيو وشدي حسين وآيمن أشرف مارسي كولر أصلا ما كانتش عايزهم يسافروا مع الفريق لكاس العام الأنداية هو وقت قراره قبل ما يسافر إلى المغرب أنه مش هيعتمد على الثلاث لعبين دول تحديدا طيب اللي حصل نكاب ساعة وحفيز والجهاز المعاون ليه مارسي كولر أقنعه قالوله دي احتفالية وكاسعام للعندية واللعبة كلها تبقى موجودة معانا وحتى ولما نسافر هناك شوف أنت عايز تاخد مني يمكن نحتاج لحد بس ووافق مارسي كولر ووافق طيب مارسي كولر قرار خلاص الاستبعاد السراسي مع الاثنين اللاعبين اللي هو كريستو مخلوف اللي قلت رحالكم عليهم استبعد السراسي فبرونو سافيو بالنسبة له الأمر كان مفاجأة طلب الكابتن سايد عبد الحفيز وي الجهاز المعاون من مارسي كولر انه يقعد مع اللاعب عشان يشرح له وجهة نظره في استبعاده مارسي كولر قال أنا مش رحش اللاعبين أنا بختار اللاعبين اللي هتشارك معايا واللي بستبعده ده معناه أنه أنا مش محتاجه في الفترة ديت فمش محتاج أن أنا أشرح له قعد الكابتن سايد ومحمد الشناوي مع برونو سافيو هدوه وقالوله خلاص انت يعني دي ظروف بطولة وظروف مباريات معينة وانت كده كده مكمل معنا الموسم ومش محتاج تعمل أي مشكلة أو أي أزمة والموضوع هدي عنده هذا الحد هدي عنده هذا الحد مفيش أزمة مفيش مشكلة في المغرب مفيش أزمة بين اللاعبين أو الجهاز الفني بس المعلومة اللي عندنا المؤكدة أنه برونو غاضب زعلان متضايق وأنا أتفاهم الزعل الحميد ده اللي هو إيه مش بأزمة ومشكلة الزعل أنه أنا لو موجود في قيمة النادي الآلي وتم استبقى قادي من كاسة أعمل أن ديها بقى متضايق وزعلان عادي يعني عايز ألعب وعايز شارك وعايز وبطولة كبيرة ومهمة بس بدون أزمة وبصراحة المعلومات اللي جاي لنا من هناك أنه مفيش أزمة بس فيه زعل مفهوم ويعدي واللي اعتماد على الرجال اللي هتلعب يلعبوا فكرة برونو سافيو دي أصلا وهكلمكوا بصراحة الأهل يستبعد من القائمة دي واخد بالك أنه مارس الكولر مستبعدهم من حساباته أصلا أنا أكلمك فيه برونو سافيو تحديدا وشادي حسين برونو سافيو وشادي حسين تم استبعادهم تم استبعادهم وكان مصطفى ساعد ميسي تم إقعارته فأنت تتكلم في الثلاث لعبين اللي الأهل جابهم في الصيف مارس الكولر مش مكتنع بيهم الثلاث لعيبة اللي الأهل جابهم في الصيف مارس الكولر مش مكتنع بيهم عشان كده الأهل دخل بقوة كبيرة في سؤال الانتقالات الشتوية عايز يعوض عايز يدعم الفريق بشكل حقيقي هو خلاص اللي دعم به الأهل في الصيف مش مش مكتنع بيهم مارس الكولر خلاص خلصنا منه الباقي بقى الجداد لا أتصور يا واحد يا خيال أفتاح هب بسرعة على طول خد كريستو أعتقد هياخد كريستو أعتقد هياخد كندوزي هياخد مرارة عضية خد فواضح أنه صفقات الأهل الشتوية هتبقى مختلفة تماماً عن صفقات الأهل الصيفية طيب